بيتكوين خلال تعاملات يوم الأربعاء الصباحية بعد تعافي مؤقت وشهدت العملة الرقمية مبيعات سريعة لجني الأرباحة وقال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إن البيتكوين فشلت كعملة وفقا للمؤشرات المعيارية وإنها ليست مخزنة للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء بعد تعافي مؤقت الثلاثاء هبطت بيتكوين من أعلى مستويات لها في ثلاث أسابيع بعد سلسلة مكاسب امتدت لأربعة أيام وقادت العملات الرقمية لتراجع جماعي أفقد قيمتها السوقية عشرات المليارات من الدولارات خلال ساعات وخلال تعاملات اليوم الأربعاء انخفطت بيتكوين إلى عشرة آلاف وثمانمائة وعشرين دولارا بعدما تجاوزت أمس الثلاثاء أحد عشر ألفا وسبعماء دولار وسجلت العملة الرقمية الأشهر في العالم قفزة تبلغ حوالي مئة في المئة منذ أنهوت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند خمسة آلاف وتسعمائة وعشرين دولارا في أوائل فبراير شباط وفي سياق آخر قال محافظ بانك انجلترا مارك كارني إن بيتكوين فشلت كعملة وفقا للمؤشرات المعيارية وإنها ليست مغزرا للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء بدوره أعرب الخبير الاقتصادي العالمي ورجل الأعمال الأمريكي محمد العريان الثلاثاء عن اعتقاده أن العملة الرقمية بيتكوين لن تتحول أبدا إلى عملة عالمية مشيرا إلى أن ذلك يستوجب تبنيها من قبل نظام اقتصادي عالمي مستبعدا احتمالية حصول ذلك وأضاف العريان أن الاهتمام سيزيد بالعملات الرقمية من خلال تكنولوجيا بلوكتشاين لكنها لن تتعدى ذلك وسجلت العملات الافتراضية تذبذبا خلال العام الجاري وهبطت عملة بيتكوين الأشهر بنسبة جاوزت 67% إلى أقل من 7500 دولار من جانبه تحدث جون ريني المدير المالي لشركة بايبال عملاق المدفوعات العالمية بشكل إيجابي عن استخدام بيتكوين كخيار شعبي مستقبلي وقال ريني إن بايبال كانت واحدة من أولى الشركات التي تقبل بيتكوين على منصة برينتري في عام 2015 وبالرغم من ذلك أضاف ريني قائلا إنه نظرا لتقلب بيتكوين حاليا فإنها ليست عملة موثوقة للمعاملات لأنه في حال كنت التاجر وكان لديك هامش ربح عشرة بالمئة وأنت تقبل بيتكوين واليوم التالي بيتكوين تحركت بنسبة 15% فهذا سيعرضك للخسارة ولا تملك العمولات الافتراضية رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعمولات التقليدية بل يتم التعامل بها فقط على شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها